اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فانا باضطر احفظ البرسيم ده طب انا هحفظه ازاي علشان اسفيد به في فصل الصيف الفصل اللي مش بتتوفر فيه الاعلاف الخضرة عندي فانا بعمل ليه عملية تكفيف طبيعي يعني ايه تكفيف طبيعي يعني انا بحيش البرسيم واسيبه مرصوص في الحقل عندي في صورة سطور يتم تكفيفه عن طريق اشعة ايه الشمس تعالوا مع بعض نشوف تعريف الدريس بتاعنا هو حفظ مادة العلف الاخضر بالتكفيف لحفظها من التلف ويصنع دريس البرسيم عند توفر مساحات كبيرة تحتاج الى الحش او التغذية عليها بالرعي في مدة قصيرة يعني احنا كده بنحفظ البرسيم بتاعنا ازاي دعن الحاجة بالتكفيف لحفظه من التلف ويصنع الدريس عند توفير ايه مساحات كبيرة تحتاج الى الحش والتغذية هنشوف مع بعض ده فيديو بيوضح لنا ازاي الدريس بعد ما تم تكفيفه ازاي بنحفظه بيتم كابس الدريس في صورة بلات عن طريق الجرار الزراعي وبيتم حفظه في المغزن عندي في مكان معد لذلك زي ما حضراتكم شايفين مكانة كابس الدريس كده بتقوم بعملية كابس الدريس وجعله في صورة بلات يعني ايه بلات؟ بلات يعني شكل مكعب مربوط روبات كويس بالخيط وبتم حفظه في المغزن بتاعي في صورة ايه البالة وهنشوف مع بعض وراء المجبس بتاع الدريس ازاي بتطلع البالة وشكل البالة الشكل النهائي للدريس اللي انا بحفظه في المغزن عندي لحين استخدامه او تغذية الحيوانات عندي في المزرعة عليه في الوقت اللي ما بتكونش متوفر عندي اعلاف في الوقت ده زي ما حضراتكم شايفين ده شكل البالة اللي بيخرج من مجبس الدريس وانا بحفظ الدريس بتاعي بالشكل ده شكل بلات في المغزن باخدها بروصها فوق بعض زي اولي بطوب كأن بروص حيطة كده لحين استخدامه زي ما حضراتكم شايفين ده الشكل النهائي للدريس بتاعنا بعد عملية تكفيفه وكابسه ازا كانت نسبة الرطوبة بتاعته عالية فما ينفعش ان انا عمله عملية ايه كابسل ايه لان البالة دي من جوه هيحصل لها عملية تعفن وتخمر لايه للدريس بتاعي في قلب ايه البالة نظرا لارتفاع نسبة الرطوبة مواصفات الدريس الجايد ايه هي مواصفات الدريس الجايد احنا لما تكلمنا عن السلاج كان ليه مواصفات تكلمنا عن السلاج ان لازم المواصفة السلاج يكون لونه اخضر زيتوني ويكون له راحته مجبورة طعمه غير لازع طيب ايه يا مواصفات الدريس الجايد مواصفات الدريس الجايد رقم واحد زلون مخدر به نسبة كبيرة من الاوراق لازم ان يحتوي على نسبة كبيرة من اوراق البرسيم ما تكونش عدان بس اتنين راحته جايدة تلاتة لا تزيد نسبة الرطوبة عن اتناشر الى اربحتاشر في المية ولا يقل البروتين عن حداشر في المية ليه؟ علشان لو نسبة الرطوبة زادت عن اربحتاشر في المية هيحصل تعافن لعدان البرسيم داخل البالة بعد ما تم ايه كبسها اربعة خالي من العفن والحشائش طبعا في حشائش بتطلع بتنمو في محصول البرسيم زي حششة السريز زي حششة الحمول طبعا دي بتعمل ايه مشاكل للماشية عندي لما بتتغذى ايه عليها رقم خمسة لا تزيد نسبة الازهار به عن خمسة لعشرة في المية لان نسبة الازهار لو زادت عندي الى عن كده فدخلنا في مرحلة ان العودة عندي بدأ يكون الياف وفي حالة الجفاف الالياف دي هتبقى جديدة وصعبة الهضم على الحيوان شوي انتاج تقاوي البرسيم الرباية يعني ايه برسيم الرباية؟ احنا دلوقت زرعنا البرسيم بتاعنا سواء كان متعدد الحشات او وحيد الحشة وانا عايز انتج منه تقاوي علشان ازرعها في المسلم ايه التالي يعني اخزن التقاوي بدل ما اروح ادور على تقاوي تانية واجيب تقاوي من بره لا انا عندي صنفه كويس وداني محصول كويس وتصافي بتاعته وعالية فانا بانتج التقاوي بتاعته فيعني ايه برسيم رباية؟ يعني انتاج تقاوي البرسيم اي حشة بعد الحشة الاولى تسمى رباية الحشة الاولى في البرسيم دائما بتسمى الراس بتسمى ايه الراس؟ ولكن اي حشة سواء كانت الحشة التانية التالتة الرابعة لحد اخر حشة حسب نوع الصنف اللي عندي تسمى ايه رباية؟ فانا بقى اخد اخر حشة وانتج منها التقاوي بتاعته تعالوا نشوف مع بعض هننتجها ازاي اخر حشة تبدأ من 25 ابريل حتى الاسبوع الاول من مايو مع مراعاة الله يقل عمرة هذه الحشة عن 30 يوم رقم اتنين الراي بعد 4 ل 5 ايام من الحشة مع وضع 3 الى 5 خلايا نحلة لكل فدان عند بداية الاظهار وحتى تمام العقد ليه انا بحط النحلة عندي علشان خاطر النحلة عندي بينشط عملية التلقيح والاخصاب بينشط التلقيح والاخصاب فبالتالي فيزيد عندي عدد الحبوب داخل راس البرسين لما عدد الحبوب هيزيد فبالتالي كمية المحصول بتاعته من التقاوي هتزيد وعشان كده عندنا هنا في مصر عسل النحلة له بعض المسميات على سبيل المثال يقول لك عسل نحلة اطفت موالح يعني اطفت موالح يعني النحل بتاعها اتغذى على رحيك ايه موالح عسل اطفت البرسيم يعني ايه اطفت برسيم يعني النحل بتاعي متغذي على ظهرة البرسيم ورحيك البرسيم عشان كده اتسمت اطفت ايه البرسيم ودي يعني اطفة مهمة جدا بالنسبة للنحلة والناس اللي بتشتغل في عسل النحل اللي هي ايه اطفت البرسيم عند استخدام أي مبيدات عدم استخدام أي مبيدات أو طعوم سمى لمساحة الرباية حتى يهجرها نحل العسل فطبعا لو أنا استخدمته مبيد رحته نفازه هيخلي النحل يهاجر يسيب الغد بتاعتي أو الحقل بتاعي ومزرحته يروح مزرعة تانية أو يحصل له قتل يعني النحل بتاعي يمود عن طريق استخدام المبيد فبالتالي عملية التلجيح والأخصاب داخل الظهرة هتبقى ليلة وضعيفة فبالتالي هيأثر عليها في كمية المحصول بتاعة التقاون بعد كده الحصاد عند تمام النطج دون تبكير أو تأخير يعني الحصاد عند تمام النطج يعني أول البرسيم بتاعي وجميع الروس يتحول لونها لللون الدهبي أبدأ الحصاد وما استناش لحد الرباية بتاعتي ما تخش في طور النطج الميت علشان خاطر البرسيم بتاعي ما يفردش من الأزهار ويحصل ليه عملية فقد ايه في الأرض عن طريق تفتح الأزهار والفقد بتاح كمية المحصول احنا هنتكلم مع بعض عن كمية المحصول للبرسيم متعدد الحشات والبرسيم وحيد الحشة ويعني ايه متعدد الحشات ان انا باخد منه اكتر ايه من حشة وكان على سبيل الاصناف بتاعته على سبيل المثال كان فيه المسقاوي وفيه الخضروة وفيه لالي وفيه جيزة ستة ولكن فيه برسيم تاني وحيد الحشة باخد منه حشة واحدة بس لا يفرح تفريح قاعدي فبالتالي هي حشة واحدة غير لغير اللي باخدها منه بيسمى برسيم الفحل او برسيم التحريش تعالوا نشوف مع بعض كمية المحصول اول حاجة كمية المحصول من العلف الاخضر للبرسيم المسقاوي يعطي من 3 الى 4 حشات وزن الحشة الاولى من 4 الى 5 طن اما باقي الحشات من 8 الى 9 طن الله ليه الحشة الاولى عندي قلت عن باقي الحشات يعني في الحشة الاولى اخدت من 4 الى 5 طن ولكن باقي الحشات بتوصل من 8 الى 9 طن علشان في الحشة الاولى بيكون النبات بعد ما نبت عندي البرسيم من بذرة واحدة كعض واحد هاجف الحشة الثانية حدث عملية الحش او قمت بعملية الحش فبالتالي نشط التفريع القاعدي للبرسيم فلما نشط التفريع القاعدي للبرسيم فزود عني الفروع وزود عند الاشطاء في البرسيم فبالتالي زادت عندي عدد النباتات في وحدة المساحة فلما ااجي احش فنسبة الحش عندي كمية المحصول تبقى علي عن الحشة الاولى تصل الى 8 ل 9 طن اما برسيم الفحل فهو بيعطي حشة واحدة فقط لغير وزنها من 20 الى 25 طن ليه شمعنا البرسيم الفحل ادى الكمية الكبيرة دي لان البرسيم الفحل ادى مدته كلها طول حياته اللي هي مدة 3 شهور بالكامل بدون عملية حشة في الحقل بتاعي فبالتالي البرسيم عندي في الطول اخذ الطول المناسب والصوق اخذت السمك المناسب فبالتالي ادى وزن ايه عالي نيجي نشوف كمية المحصول من التقاوي انا دلوقتي في انتاج الرباية اذا ربيت برسيم مسقاوي هاخد قد ايه تقاوي وفي البرسيم الفحل هاخد قد ايه في البرسيم المسقاوي بيدي الفدان يعطي الفدان من 2.5 ل 3 ارداب للفدان وزن الارداب 157 كيلو وبتديني من 3 ل 4 حمل تب وزن حمل تبن 250 اما البرسيم الفحل بيعطي الفدان من 3 الى 4 ارداب زائد 5 الى 6 حمل تبن احمر كده في كمية المحصول في اوزان ثالث محصول اخدنا وزن الارداب بتاعه وزن ارداب بالبرسيم كان 157 ولازم كل طالب وكل واحد فينا شغال يعرف الاوزان للارداب يعني وزن ارداب بالامح اخدناه كان 150 كيلو وزن ارداب بالشعير 120 وزن ارداب بالبرسيم 157 كيلو فبالتالي لازم نعرف وحدة وزن المحصيل وحدة وزن المحصيل مهمة جدا 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 ده هتسهل عليك حاجات كتير في شغلك في المزرعة سواء كانت في حصادك للمحصول او بيعك للمحصول او توريدك ايه ليه خصوصا لما نخش على محصول القطن ان شاء الله هناخد وزن الانطار يعني القطن اختلف في وحدة الوزن ايه بتاعته فعشان كده احنا بنتكلم بنقول وحدة وزن المحصيل مهمة جدا وقلنا وزن ارداب بالبرسيم 157 كيلو احنا كده مع بعض خلصنا محصول البرسيم وخلصنا كل المحصيل اللي هي مقررة ايه علينا الفترة اللي فاتت هنعمل مع بعض مراجعة سريعة على مادة محصيل الحقل على جميع الحلقات اللي احنا اتكلمنا عنها وشفنا حضراتكم ايه فيها تيجوا مع بعض هنعمل المراجعة بتاعتنا في صورة سؤال وجواب السؤال الاول قال لي عرف المحصول الحقلي لما يجينوا سؤال زي ده عرف المحصول الحقلي هعرف المحصول ازاي قال لك تعرف المحصول الحقلي هو نبات عجبي او خشبي منزارع على نطاق واسع ويعطي اكبر قدر من الطاقة والبروتين والزيوت وبأقل الاسعار كما انه قابل للتخزين لفترة طويلة يعني ايه قابل للتخزين لفترة طويلة اه انا عندي الامح بعد ما حصدته ممكن اخزينه في المخزن بتاعي تحت الظروف الجو العادية لمدة سنة ولكن لو قرنته بمحصول زي محصول الطماطم بعد مجمع الطماطم لازم لها معاملات خاصة ايه في التخزين ما ينفحش تقعد في ظروف الجو العادية فترة ايه طويلة السؤال التاني قالك عرف المحصول الشتوي والمحصول الصيفي ايه هو المحصول الشتوي وايه هو المحصول الصيفي وهنا عرفناهم قبل كده قلنا المحصول الشتوي ده بيزرح في فصل ايه الشتاء والمحصول الصيفي بيزرح في فصل ايه الصيف وكان ليه التعريف تاني اتكلمنا قلنا المحصول الشتوي هو الذي يقضي طول فترة حياته في فصل ايه الشتاء المحصول الصيفي اللي بيقضي طول فترة حياته في فصل ايه الصيف نشوف الاجابة بتاعته المحصول الشتوي هو الذي يقضي اغلب فترة نموه في فصل ايه الشتاء المحصول اللي بعد كده المحصول الصيفي هو الذي يقضي اغلب فترة نموه في فصل الصيف يبقى احنا كده عارفنا يعني ايه محصول الشتوي ويعني ايه محصول ايه صيفي يعني ما ينفعش يجيني سؤال تزرع الزورة الشامية في فصل الشتاء صح والله غلط طبعا هيبقى ايه غلط لان محصوله ضرع محصول ايه صيفي لانه بيتضرع في فصل ايه الصيف السؤال اللي بعد كده اذكر الاشهر الكبطية التي ترتب عادة بمواقية الزراعة ترتبط عادة بمواقية الزراعة في مصر يعني ايه الاشهر الكبطية احنا تكلمنا احنا عندنا سنة ميلادية وسنة هجرية وفيه سنة ايه كبطية السنة الكبطية ارتبط بيها الفلاح المصري والمزارع المصري في زراعة المحصيل بتاعته بمعنى ايه وادة لها علامات وادة لها ايه مسميات هنشوف مع بعض هنعدد الاشهر الكبطية الاشهر الكبطية عندي في السنة الكبطية 13 شهر 13 شهر كل شهر 30 يوم معتها شهر واحد بس من 5 الى 6 ايام بمعنى ايه ان كل شهر 30 يوم في 12 شهر هيديني 360 يوم والشهر 13 من 5 الى 6 ايام يعني لو سنة بسيطة هيبقى 5 ايام الشهر ده لو سنة كبيسة هيبقى 6 ايام تعال انا عدت مع بعض الاشهر كده اول شهر عندي اسمه شهر توت وكان ليه مسامة جميل جدا يعني بيتسمى بين الفلاحين والمزارعين في الحقول قال توت يقول الحر موت يعني ايه يقول الحر موت يعني ايه شهر الصيف بدأ ايه ينتهي الشهر اللي بعد كده شهر بابة قالك بابة خش وقف للدرابة ليه لانه بتبتدي درجة الحرارة تنخفض والجو يبقى بارد فطبعا كل واحد يبقى جاي من غيطه او بالحقل بتاعه وبردان ما بيصدق يوصل بيته ويقفل ايه الباب ايه عليه الشهر اللي بعد كده شهر هطور ابو الدهب المنصور واحنا قلنا ان الامح عندنا كمحصول مرتبط بشهر ايه هطور اتسمى ليه هطور لانه بيزرح فيه الامح وكان الفلاح المصر الاديم ينصر عبوب الامح بلونها دابي فسمى بذلك شهر هطور ابو الدهب المنصور شهر كهاك قال شيل ايدك من غداك وحطها في عشاك يعني ايه شيل ايدك من غداك وحطها في عشاك شهر كهاك ده شهر طول النهار بتاعه قصير النهار قصير يعني ايه عدد ساعات الليل اطول من عدد ساعات النهار الواحد يقضي مشوارين يعني مشوار والتالت يلاقي النهار ايه راح والليل ايه دخل عليه الشهر اللي بعد كده شهر طوبة ده الشهر ده بتكون فيه ساعة فيه شديدة جدا يعني بنقول على الفلاح يقول للساعة بتطلع من الارض يعني بتطلع من الارض يعني الساعة بتأثر عليك في كل حت قال لك طوبة تخلي الصبيعي كاركوبة ده من شدة ايه البرودة الشهر اللي بعد كده امشير اللي هو ابو الزعبيب ليه ابو الزعبيب لانه ارتبعت بالرياح اللي هي بتيجي جديدة ماشي وبتعمل نقل للاتريبة وبتكون ايه يعني في صورة ريح شديدة ايه الاتريبة الشهر اللي بعد كده برامهات يعني ايه برامهات قال لك روح الغطوهات الفلاح المصري والمزارع بتاعنا سماه بالاسم ده اداله علامة برامهات روح الغطوهات يعني اصبح عنده عقد للمحاصيل والصمار فيبقى فيه فول بلدي فيه فول بلدي اخضر فيه ترمس فيه حمص فبيروح غطوه يجيب المحاصيل ده ايه يتغذى ايه عليها الشهر اللي بعد كده برمودة برمودة دق بالعمودة يعني دق بالعمودة يعني المحصول عندي نضج واستوى وانا حصدته وعايز احصى على الجزء الاقتصادي بتاعه فكان زمان ما بيستخدموش آلة الدراس كانوا بيدقوه بالعصي فسموه برمودة دق ايه بالعمود الشهر اللي بعد كده شهر بشنس قال يكنس الغيت كنس يعني ايه بشنس يكنس الغيت كنس بشنس ده بيجي مقابل شهر مايو يعني كل المحاصيل الشتوية نضجت وتم حصادها وتم رفعها من الحقول فبالتالي الارض بتبقى فضية لسه بنعدها لزراعة المحاصيل الصيفية فبالتالي الارض فضية عندي ما فيهاش ايه اي حاجة فبالتالي تسمى بشنس يكنس الغيت ايه كنس الشهر اللي بعد كده بقونة نقل وتخزين المقونة اللي انا كنت بخزن فيه الامح بتاعي اخزن الحمص الترمس اللي تم ايه والفل البلدي اللي تم حصاده من زراعة المحاصيل الشتوية الشهر اللي بعد كده قبيب فيه العنب يطيب اللي بيبدأ العنب الرومي والبلدي المصري بيبدأ نضج فيه واشوفه في السوق بتاعي ده كان شهر نضج ايه العنب عشان كده اتسمى شهر قبيب فيه العنب ايه يطيب الشهر اللي بعد كده مصرة تجري فيه كل طرع عسر يعني ايه مصرة تجري فيه كل طرع عسر شهر مصرة ده مرتبط بزراعة المحاصيل النيلية لان كان بيحصل فيه فيضان النيل فلما النيل كان يزيد فبالتالي الطرع اللي ما كانش بيوصلها مية كانت كمية المية تقدر اللي هي جاي مع الفيضان تملى الطرع دي وتمشيها فتسمى شهر مصرة يجري كل طرع ايه عسر فبالتالي انا مرتبط في شهر مصرة بالزراعة الضرى النيلي والمحاصيل النيلية اللي بتزرع في شهر أغسطس اللي هو شهر 8 ويضاف إلى آخر السنة شهر مدته من 5 إلى 6 أيام وهو النسق احنا كده قلنا 12 شهر بالمساميات بتاعتهم أما شهر القصير الثلاثاشر اللي هو شهر النسق مدته من 5 إلى 6 أيام وعدد أيام كل شهر 30 وعدد الأشهر القبطية كده كم شهر؟ 13 شهر في السنة القبطية السؤال اللي بعد كده أذكر العوامل الجوية التي تؤثر على إنتاج المحاصيل يعني إيه إحنا تكلمنا قبل كده عن العوامل البيئية المتعلقة بإنتاج المحاصيل عندي في جمهورية مصر العربية وفي العالم كله قلنا إن فيه حاجة اسمها عوامل جوية تسمى عوامل خارجية مالهاش علاقة بالطربة وعوامل داخلية لها علاقة إيه بالطربة إيه هي العوامل الجوية أذكر العوامل الجوية التي تؤثر على إنتاج المحاصيل تعالوا نشوف مع بعض العوامل رقم واحد درجة الحرارة درجة الحرارة دي درجة ايه مهمة اللي تقسمت على اساسها ان المحاصيل بتحب الجو البارد ومحاصيل بتحب الجو الدافي عشان كده تقسمت المحاصيل عندي محاصيل صيفية ومحاصيل ايه شتوية رقم اتنين الضوء الضوء مهم جدا لانتاج المحاصيل عندي بحيث انها بتعمل بناء ضوء وبالتالي بتوفر احتياجاتها ايه من المادة ايه الغذائية عن طريق التمثيل الضوء اللي بتعمله اهم الضوء وكذلك انتاج الازهار او نشاط التزهير بيتم في وجود ايه الضوء فبالتالي تقسمت عندي المحاصيل الحقلية الى ايه ثلاث انواع محاصيل ذات نهار قصير محاصيل ذات نهار طويل ومحاصيل محايدة وقلنا المحاصيل ذات نهار قصير زي محصول الزورة الشامية محصول زي محصول نهار طويل زي محصول الامح والبرسيم عشان كده في فصل الشتاء عندنا هنا الامح بيزرح شطوي ما بيطردش السنابل إلا لما بيبدأ الجو يدفي والنهار يطول عندي فبالتالي اتسمى نبات نهار محصول نبات نهار طويل في محاصيل محايدة يعني محاصيل محايدة مش فارق معها طول الفترة الضوية أو أسرها هي بتظهر على طول على سبيل المثال عندي محصول القطن ده من المحاصيل اللي هي المحايدة للضوء العنصر اللي بعد كده التالت اللي هي الرطوبة الجوية يعني الرطوبة الجوية اللي هي نسبة البخر اللي هي اللي موجودة حوالين النبات بتاعي دي بتأثر عليها في عدد الريات اللي أنا بديها ايه للمحصول وكذلك ايه نظام الري الرابع حاجة الرياح الرياح بتأثر عليها في ايه ان الرياح بتساعد في انتقال حبوب اللي قاح من مكان للتاني وبالتالي برضو في لها أثر ضار زي اقتلاع النباتات لما بدي لي رياح شي ده زي رياح الخمسين اقتلاع النباتات رؤاد المحصول للقامح عندي وازا القامح رأت في طور الطرد السنابل قبل العقد بتاع الحبوب بيأثر علي في كمية ايه المحصول فبالتالي ديت عملت عندي أثار سلبية في كمية المحصول اللي هي تنتج عندي بتعمل انجرافل التربة يعني ايه انجرافل التربة يعني ايه بتنقل لي التربة اللي هي الغزاء ذات القيمة الغزائية العالية من مكان لمكان او تنقل لي راملة تعمل لي عملية تصحر تنقل لي راملة من الصحر للأرض هي اللي تم ايه زراعتها ايه والسصلحة العنصر اللي بعد كده الامطار الامطار مهم عندي هنا في مصر لان انا عندي بعض المحاصيل بتزرع تحت الظروف المطرية زي محصول ايه الشعير ولكن ما بتكونش بسحيتها كبيرة هي ايه نعم مقتصرة على بعض الاماكن اللي هي موجودة في سيناء او السحل الشمالي ومرسة مطروح اه بتعتمد الزراعة فيها ايه على الامطار وبالتالي اه كمية المطر اللي بتسقط على مصر اي نعم لا تكفي لزراعة المحاصيل عندي ايه تحت الظروف المطرية لابد ان انا ادخل برنامج رايي تكميل علشان المحصول يقدر يكمل حياته ويديني محصول اقتصادي ولكن ده مهم ايه جدا جدا معي اه بعد كده السؤال اللي بعد بيقولك اذكر العوامل البيئية الارضية التي تؤثر على انتاج المحاصيل احنا كانت هناك سؤال العوامل البيئية ايه الجوية دي البيئية الارضية المتعلقة بالطربة يعني هنتكلم عن المحصول تحت مش فوق في الجزء مكان نموه وانتشار ايه جزور تعال نشوف ايه هي العوامل ديت مع بعض رقم واحد قوام الطربة رقم اتنين بناء الطربة رقم تلاتة العوامل الحيوية قوام الطربة اثر علي في ايه بيأثر علي في المحاصيل من ناحية ايه قالك قوام الطربة هي يعني الخشونة والملمس بتاعها اذا كان الطربة نعمة او كان الطربة ايه خشنة لو حبيباتها كبيرة او حبيباتها صغيرة دي بتقسم عندي المحاصيل اذا كانت محاصيل درانية باختر لها نوع الطربة المناسب لها اذا كانت محاصيل ذات جزور متعمقة باختر لالطربة اللي ايه المناسبة ايه بيها بناء الطربة اللي هو نظام طراص وتجاور الحبيبات والتصاق ايه ببعضها ده بناء ايه الطربة العوامل الحيوية اللي هي المحتوى الميكروبي من الكائنات الحية اللي موجودة في الطربة زي الكائنات اللي بتقوم بتحليل المادة العضوية والكائنات اللي بتكون العقد البكتيرية على جزور المحاصيل البقلية اللي بتزود لنسبة الازوت في الطربة وفي بعض الكائنات الممرضة زي ايه النماتودة دي يعني كائن ممرض لازم اكون على حرص عند استخدام ارض في ايه نماتودة وقدر ايه اقاومها السؤال اللي بعد كده عرف الطربة الزراعية ايه هي تربة الزراعية دي اللي هي اللي انا هزرح فيها ايه هو التعريف بتاعها تعريف الزراعية عبارة عن الطابقة السطحية المفككة من الارض والتي تأثرت بعوامل التجوية والتي تتم فيها عمليات الخدمة قبل الزراعة بغرض تهيئة مرقد ملائم للبزور والمجموع الجزري نعرفة تاني عبارة عن الطابقة السطحية المفككة من الارض والتي تأثرت بعوامل التجوية والتي تتم فيها عمليات الخدمة قبل الزراعة بغرض تهيئة مرقد ملائم للبزور والمجموع الجزري يعني ايه تأثرت بعوامل التجوية ايها عوامل التجوية على سبيل المثال التربة المصرية عندي تربة طينية تكونت عن طريق عامل التجوية اللي هي الامطار لما الامطار نزلت على هضبة اسيوبيا وفي الحبشة مشيت الطمي مشي مع مية نهر النيل وبدأ يترصب عندي هنا في مصر تمام فكون لي تربة اسمها تربة ايه رسوبية تربة طينية رسوبية تكون بفعل ايه الامطار فيه تربة تتكون على سبيل المثال بفعل ايه الرياح ان الرياح بدأت تنقلي على سبيل المثال اللي قلنا التربة الرملية ممكن تعمللي عملية تصحر بتنقلي تربة الرملية من مكان لمكان ايه اخر في عوامل كتير اللي هي عوامل التجوية ديت اللي كونت ايه التربة الزراعية عندي السؤال اللي بعد كده عرف بناء التربة ايه هو بناء التربة يقصد به نظام طراص وترتيب وتجاور حبيبات التربة بسيطة او منفردة كما في الطبقات السطحية من الارض الرملية وتسمى في هذه الحالة ارض عديمة ايه البناء يعني ايه بناء يقصد به نظام طراص وترتيب وتجاور حبيبات التربة اعتبر نفسك لما يجي لك عرف بناء التربة انك انت بتبنى حيطة الحيطة بتحتك بتتكون من ايه بترس الاوالب بتاعتها جنب بعضيها او الحجارة جنب بعضيها علشان تكون حيطة فبالتالي بناء التربة تم طراص وترتيب وتجاور حبيبات التربة بسيطة او منفردة كما في الطبقات السطحية من الارض الرملية بعد كده قوام التربة اعرف قوام التربة ايه هو قوام التربة هنعرفوا بايه قوام التربة قوام التربة يقصد به درجة نعومة او خشونة حبيبات التربة وتطلق مسميات مختلفة لحبيبات التربة اللي هي الجزء المعدني حسب ايه احجامها ويقصد بقوام التربة ويقصد به درجة نعومة او خشونة حبيبات التربة وتطلق مسميات مختلفة لحبيبات الجزء المعدني حسب ايه احجامها يعني التربة نعمة تربة خشنة تربة ايه متوسطة انواع الاراضي المصرية ايه هي انواع الاراضي المصرية سؤال بيقول اذكر انواع الاراضي المصرية عندي هنا في مصر قلنا الاراضي بتتقسم لاربع انواع ايه هما الاربع انواع عندنا في الاراضي المصرية رقم واحد الاراضي الرملية اللي هي بتحتوى على نسبة رمل اعلى منطين والكلان ثانيا الاراضي الجيرية دي اللي بتحتوى على نسبة عالية من الكابرتات الكالسيوم اللي هو هي الجير ثالث حاجة الأراضي الصفراء دي خليط ما بين الأرض الطنية والأرض الرملية فعلشان كده اطلق عليها تربة الصفراء رابعا الأراضي الطنية اللي هي الأراضي القديمة بتاعتنا اللي تم تكوينها بفعل نهر النين السؤال بعد كده اذكر أهم المحاصيل السائدة في مناطق الزراعة المطرية أي هي أهم المحاصيل اللي بيتم زراعتها في مناطق الزراعة المطرية أول ما يذكر لك زراعة مطرية لازم تحط في دماغك وتفكر ودي معلومة ما تنسهاش أن لازم أخطار محصول يتحمل العطش والجفاف محصول يتحمل العطش والجفاف ليه يتحمل العطش والجفاف؟ لأن كمية المطر اللي بتنزل على مصر حوالي 2.5 ملي سنويا دي لا تكفي أن المحصول يكمل دورة حياته فبالتالي أنا في مناطق بزراحة تحت الظروف المطرية فبختار المحصيل اللي هي تتحمل العطش والجفاف إيه هي المحصيل دي؟ محصول الشعير، محصول البرسيم الحجازي، الأكاسيات، الحشائش الرعاوية الحشائش الرعاوية زي محصول جديد اسمه محصول البنكيام ده بينمو تحت زروف المطرية بيستخدم إيه في الرعاية السؤال اللي بعد كده، عرف الحرس، إيه هو عملية الحرس اللي أنا هجريها على الأرض عندي في عمليات إعداد الأرض قبل الزراع، عملية الحرس، التعريف بتاعه إيه؟ هو تفكيك وإصارة سطح الطربة لعمق معين، يتراوح ما بين 15 إلى 40 سنطي وقلبها كليا أو جزئيا لازم أن أقلب الطربة بتاعتي تقليب كلي أو تقليب إيه؟ جزئي الفترة اللي هي المسافة من 15 إلى 40 سنطي بتسمى طبقة سلاح المحرات ديه الطبقة اللي بيمشي فيها سلاح إيه؟ المحرات عندي يبقى التعريف الثاني هو تفكيك وإصارة سطح الطربة لعمق معين يتراوح ما بين 15 إلى 40 سنطي وقلبها كليا أو جزئيا السؤال اللي بعد كده، أذكر أنواع المحرات المستخدمة للطربة المصرية طبعاً لكل طربة لها محرات إيه؟ معين ليه محرات معين؟ لأن فيه بعض الطربة زي الطربة الملحية ماينفحش أستخدم فيها محرات حفار تحت سطح الطربة ليه؟ لأنه هيجيب لي الأملح من تحت يطلحها لفوق في منطقة الجزور فكده هيأثر علي لمزرع إيه؟ المحصول أو أروح أستخدم محرات حفار في الأراضي الرملية فأنا كده هزود عملية إيه؟ الجرف للطربة دي بواسطة إيه؟ الرياح فإيه هي أنواع المحريس اللي أستخدمها للطربة المصرية؟ تعالوا نشوف مع بعض رقم واحد المحرات الحفار وده شكل المحرات الحفار فيه ناس بيقولوا عليه محرات حفار وفيه ناس بيقولوا عليه محرات لسان عصفور زي ما حضراتكم شايفين في شكل بتاعه من تحت كده ده شكل لسان إيه؟ العصفور ده فيه محرات حفار تحت سطحه التربة وفيه منه محرات حفار زود قصبة المرنة اللي أنا بأستخدمه في الأرض إيه؟ الرملية المحرات اللي بعد كده المحرات القرصي وهدي شكل إيه؟ المحرات القرصي إنه بيقلب الأرض عندي عن طريق الأقراص بتاعته لما بتشتغل ويجر الجرار الأقراص دي تبدأ تشتغل وتقلب لإيه؟ الطربة إيه؟ بتاحتي المحرات اللي بعد كده بيستخدمه معايا المحرات المطرحي فيين المحرات المطرحي ده شكل المحرات إيه؟ المطرحي ودول بيستخدمه في قلب الطربة لعمق إيه؟ كبير يبقى الكرصي والمطرحي يستخدمه في قلب الطربة إيه؟ قلبه كلي وليس إيه؟ جزئي السؤال اللي بعد كده كيف يمكنك الحكم على جودة الحرس؟ احنا دلوقت اجرينا عملية الحرس انت راجل شغال مشرف في مزرعة تحت اشراف تم تكليفك انك انت هتحرط حوشة او اتنين انت مش هتحرط هو هيجي لك سواق بالجرار مع السواق بتاعه هو بيعرف يسوه طيب هيحرط لك بعد ما خلص ازاي تحكم على الحرط بتاعك ان الحرط ده كويس او غير جيد حرط جيد او غير جيد قبل الجرار ما يطلع ملحق لعندك اول حاجة لازم اشوف السورتين دول السورتين دول لازم اطبعهم بالكربون كده في دماغل وما نساهمش علشان اول ما يقول لي احكم بسرعة استرجع شكل السورتين دول وقدر ايه احكم على سبيل المثال على ايد اليمين شكل الحرس فيها عمل ايه وعلى ايد الشمال الحرس اللي فيها عمل ايه لو بصينا الحرس في السورة اللي على ايد اليمين ان موجة الحرس منتظمة والارض نظيفة ما فهاش بقايا محصول ما فهاش حشائش نامية ما فهاش مدر ما فهاش اللي هو الالايل زي ما انتوا شايفين اما في الصورة التانية موجودة عندي فيه الالايل اللي هي المدر فيه بقايا المحصول لسه موجودة الموجة بتاحت مش بينة فانا كده هحكم ايه من خلال الصورتين دول الحرط ده حرط جيد الحرط ده حرط غير جيد تعال نعدد بقى الحكم بتاعنا او حكم لازم ان تكون الحشائش مقتلعة رقم واحد اقتلاع الحشائش وكذلك البقايا النباتية او دفن البقايا النباتية في حالة استخدام المحرس ايه القلاب يعني ان لو استخدمت المحرس القلاب لازم ان اتأكد ان البقايا النباتية بتاع المحصول السابق عندي تم دفنها في بطن ايه الارض تحت سطح الطربة الحكم التاني اللي انا هقول عليه تفتيت الطربة بدرجة كافية وعدم وجود كتل كبيرة بها ايه قلاقيل قلاقيل اللي هي اللي هي اسم ايه مدر هتلاقيها في الكتاب باسمه مدر او اسم ايه قلاقيل يعني مدر هي اللي هي الايل وهي الاتنين ايه واحد يبقى تفتيت الطربة بدرجة كافية وعدم وجود كتل كبيرة بها ايه الايل الحكم اللي بعد كده التالت عدم ترك اماكن بدون حرس اسمها اسات خاصة ارقان وزوايا الحقل ونهاية الحقل وكذلك تجانس عملية الحرس يعني ايه ارد اس الارد الاس لما يجيلك عرف او اسكر مصطلح ارد اس هي الارد المحروسة او الارد البلاط الموجودة في وسط الحقل المحروس ارد غير محروسة فارد تم ايه حرسها ودية بتكون موجودة دايما في اركان الحقل ليه اركان الحقل لان الجرارة عندي وهو شغال فبيلف في الحقل عندي الركن المحروسة ايه ما بيجيبوش فبيسيب في ايه اسات لو سواء مش جايد في السواء او بيمشي خط متعرج بيسيب اماكن بدون حرس في وسط الحقل عندي فبتتسمى ارض ايه اس السؤال اللي بعد كده انتظام عملية الحرس انتظام عمق الحرس وهي تتوقف على مهارة العامل الذي يقود ايه الجرار الحكم اللي بعد كده استقامة موجة الحرس ازاي اللي احنا ما شفناها كانت الموجة اللي هي السطور الصغيرة في صورة ايه مستقيمة مش متعرجة السؤال اللي بعد كده كيف يمكنك الحكم على جودة التسوية يعني ايه تسوية يعني انا سويت الارض عندي وخليتها بميل معين يعني ايه بميل معين يسمح بصريان المية بحيث ان المية ما تتجمعش في مكان تغرق للحقل او ما تطلعش في مكان النباتات بتاعته ايه اه يحصلها موت ايه من العطش تموت ايه من العطش انا دلوقت حرت وعملت عملية تسوية عايز احكم على عملية التسوية نحكم عليها ازاي تعالوا نشوف النقطة بتاعتنا اول حاجة الصورة دي برضو متوضح لي شكل التسوية اللي هي تم في حقل تم ايه حرسه ده حقل تم حرسه وتسويته ممكن من الصورة دي يتبقى نحكم مع بعض تعالوا نشوف الحكم يتم ازاي اول نقطة في الحكم استواء سطح الطربة الظاهرة بالعين المجردة يعني بعيني اقدر اشوف ازا كانت الارض فيها ميل او ما فيهاش ازا كانت فيها اماكن عالية واماكن ايه منخفضة رقم اتنين وجود ميل منتظم في الارض من رأس الحقل الى زيله يسمح باتمام الريب سهولة يعني ايه من رأس الحقل الى زيله يعني رأس الحقل اللي بتوجد فيه مكنة الريب تحتي اول ما تشتغل يحصل صريان لديه للارض بحيث ان المية تمشي ايه في الارض بتحتي لكن لو المكنة عندي في زيل الارض في الحطة الواطية اول ما هتشتغل المية مش هتطلح في العالي وهتتكاوم ايه قدامها هتتجمع قدامها فيحصل غرقان لنص ايه الارض ونص ايه مش هيتم عملية الري ايه ليه رقم ثلاثة خطوط خطوط عادية او مصاطب يعني الخط العادي بيكون حوالي 60 سنتي اللي واحده 60 سنتي اما المصاطب بتكون من 100 ل120 سنتي حسب نوع المحصول اللي هيتم الزراعة ايه عليه كيف يمكنك الحكم على جودة ايه التخطيط هنشوف برضو صورة للتخطيط ده شكل التخطيط اللي هو ايه تم عندي تعال نشوف بقى نحكم عليه ازاي ايه اللي ظهر عندي في الصورة الخطوط دي فيها ايه ممكن اقول ايه المشكلة فيها انا كده ما عنديش ايه مشاكل اذا انا شايف الخطوط عندي متجنسة في الحجم مستقيمة مفاهاش الائيل مفاهاش مدر البطون متساوية مفاهاش بقايا نباتات مفاهاش بقايا ايه حشائش يبقى انا كده حكمت على جودة ايه الحارت بتاعي وتعال نشوف نحكم عليها ايه ازاي رقم واحد ان تكون الخطوط بالعرض المناسب لحجم ايه المحصول النامي وتكون مستقيمة ومتوازية زي ما تكلمنا قلنا فيه عندي الخطوط الصغيرة اللي هي 60 سنطي وعندي الخطوط الكبيرة اللي هي من 100 ل120 سنطي دي ايه او الحكم عندي ان تكون الخطوط بالعرض المناسب لحجم ايه المحصول النامي وتكون مستقيمة ومتوازية رقم اتنين ان يكون اتجاه الخطوط في اتجاه هبوب الرياح حتى يمكنها تخلي الخطوط النباتات دون ان تسبب رقاطها نفسر الحتة دي انا لو زرحت الزورة الشامي على الخطوط وخليت الخط يعني العرض بتاعه في اتجاه عكس اتجاه الرياح اول النبات ما هينمو وهتيجي الرياح هتيجي مرأة ده ايه النباتات عندي ولكن اذا كانت الخطوط في اتجاه هبوب الرياح اذا اول ما هتيجي الرياح هتمشيلي في بطن الخطوط بين الخطوط فبالتالي مش هيحصل رقاط ايه للمحصول بتاعي النقطة اللي بعد كده ان تكون الخطوط عمودية على اتجاه الميل والانحضار في الحقل وكذلك عمودية على قنوات ايه الحقل يعني عمودية على قناة الحقل بحيث اننا لما اجي اقطع اقطعت الحوال ساعة الري يبقى قصد بطن خط ما يجيش في ظهر خط وتبدأ تعملها عملية نحر وهد في الخط ايه بتاعي لازم يكون عمودي على قنوات الحقل اللي هي ايه الاني بعد كده ان تكون الخطوط من الشرق الى الغرب وفي المحاصيل التي تزرح في شهور البرد ليه علشان يتعرض المحصول عندي لأطول وقت ممكن للشمس من وقت شرقها حتى غروبها وتتم تدفئة ايه النباتات بتحتي النقطة بعد كده ان تكون الخطوط متساوية في العرض والعمق واحنا شفنا العرض بتاع في الصورة عرض الخط الخطوط كانت متساوية وعمق بطن الخط متساوي الخطوط ايه مع بعض بعد كده هي قلنا السؤال بعد كده عرف طريقة الزراعة وما العوامل التي تحدد طريقة الزراعة طريقة الزراعة هي العملية التي يتم بها وضع البزور في المهد الملائم لها للانبات يعني تعالوا نشوف التعريف بتاعها هي العملية التي يتم بها وضع التقاوي في الطربة بعد خدمتها وتجهيزها كمرقد مناسب وصالح للانبات هذه أعرف الماء تقول هو ماء ولكن طريقة الزراعة لما عرف هي العملية التي يتم بها وضع التقاوي في الطربة بعد خدمتها وتجهيزها كمرقد مناسب وصالح الانبات التقاوي ايه العوامل اللي بتحدد علي اختيار طريقة الزراعة انا عندي عوامل كتير اكبرتني ان انا اختار طريقة الزراعة او طريقة الزراعة معينة ايه هي رقم واحد التقاوي بمعنى انا عندي تقاوي حجمها كبير زي الفول البلدي ليها طريقة زراعة عندي البرسيم حجم الحبة بتاعته صغير ليه طريقة ايه زراعة عندي تقاوي زي الفول الصوية فيه نسبة الدهون عالية والبروتين عالية طريقة زراعة فبالتالي نوع التقاوي بتاع المحصول هو اللي حدد لي طريقة الزراعة اللي انا ايه هزرع بها رقم اتنين نوع المحصول وكسافة نموه زي الزراعات الكسيفة ام يحتاج الى مسافات واسعة بمعنى انا عندي هزرع محصول الزراعة الشامية محصول الزراعة الشامية بيتم زراعة تفجور على خطوط المسافة بين الجورة والتانية بتكون من 10-15 سنطي اما البرسيم او الامح فبيزرع زراعة كسيفة لازم يتم بداره فبالتالي هنا نوع المحصول حدد لي طريقة ايه الزراعة رقم 3 نوع التربة اذا كانت خفيفة ام سكيلة ام صفراء طبعا نوع التربة حدد لي ايه طريقة الزراعة على سبيل المثال احنا درسنا في زراعة البرسيم المصري ان بيتم زراعة البرسيم المصري بداره على اللمعة يعني بداره على اللمعة يعني انا بملى الارض بتاحت مية برويها وخلي فيها عمود مية من 5-10 سنطي وابدر ايه البزور بتاحت بتاعت ايه البرسيم ولكن لو الارض رملية ما ينفحش اعمل كده لازم ابدر التقاوي بتاحت عفير في الارض جفة وبعد كده ايه اروية بعد كده عيوب الارض من حيث الملوحة او قلوية او كونها طربة ايه جرية طبعا الارض الملحية ما ينفحش ازراحها ايه حراتي ليه لان كده هتتركز نسبة الاملاح لما يحصل لها جفاف ايه حوالين البزرة ولكن انا بزراحها ايه عفيرة علشان خاطر المية بتنزل بتخفف للملوحة حوالين البزرة خمسة وجود الحشائش الحوالية بشكل وباقي ام لا يعني ايه وجود حشائش لو انا عندي الارض موبوقة بالحشائش فيها كمية حشائش كبيرة لازم ازراحها حراتي ليه حراتي لان انا هحرط الارض واعملها عملية تجيز وارويها رية كدابة بدون ما يضيف البزرة وبعد كده بحرتها حرطة خفيفة تاني بيكون نمى بعض النباتات او بعض الحشائش بيتم اقتلاحها في الحرطة دي وبعد كده ازرع او انزل ايه اتقاوة تحت ستة توقيت الزراعة من حيث التأخير او التبكير انا لو عندي المعاد بتاعي بدري مبكر في الزراعة ممكن ازرع ايه حراتي ولكن لو المحصول اللي انا هزرعه حراتي ده مطلوب ان انا هزرعه حراتي والوقت تأخر علي ازرعه ايه عفير ليه علشان خاطر هيوفر معايا الوقت بتاع الرية ايه الكدابة وجفاف ايه الارض وكذلك لو فيه محصول بيتزرع شتل ازاي محصول الرز والوقت تأخر عندي فلسه انا هزرع في ماشتل وهاخد الشتل من الماشتل هزرعه في الارض المستديمة هيضيع من وقت الوقت عند اتأخر لا فانا هزرعه ايه بضار في وجود المياه على طول تمام علشان خاطر اتغلب على التأخير ايه في الزراعة السؤال بعد كده عرف طريقة الزراعة العفير وما الحالات التي تحتم استخدام هذه الطريقة يعني ايه زراعة عفير وايه الحالات اللي خلتني ازرع ايه عفير تعالوا نشوف تعرف طريقة الزراعة العفير هي زراعة البزرة جافة في ارض جافة ثم الري ويطلق عليها زراعة ايه الجافة يعني ايه جافة يعني انا حطيت بزرة جافة في ارض جافة وبعد كده ايه راويت ايه هي العوامل بقى اللي بتحتم علي الزراعة العفير قال لك رقم واحد اذا كانت الارض خفيفة او رملية لازم ازراحها ايه عفير ليه لان انا ما ينفعش ازراحها حراتي لان الارض الرملية ما بتحتفظش ايه بالمية قدرتها على احتفظ بالمية ايه ضعيف في حالة الارض الملحية ازا احنا ما قلنا لو الارض الملحية نسبة الملوحة بتأثر عندي على ايه انبات ايه البزر اذا كان معاد الزراعة متأخر لو انا متأخر في معاد الزراعة بتاعتي فما ينفعش اعمل ماشتل واروح اشتل الرز فانا كده هتأخر اكتر فانا بعمل ايه بروح ازرع الارض بتاعتي او ازرع المحصول بتاعي تمام بدار في وجود المية على طول علشان اقدر يعني استغل الوقت وماكنش ايه معادي متأخر واقدر احصل اجار بتاعي في المحصول بتاعي يبقى احنا كده اتكلمنا النهاردة عن انتاج البرسيم الرباية وعرفنا ازاي بننتج البرسيم الرباية وعرفنا ايه هو الدريس وازاي بنخزن الدريس وامتى بحتفظ ايه بالدريس وعملنا مراجعة على اهم الموضوعات اللي احنا درسناها خلال الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن العوامل الداخلية المتعلقة بانتاج المحاصيل العوامل الداخلية الخاصة بالطربة والعوامل الجوية اللي هي العوامل الخارجية اللي تتعلق ايه بالطربة بتأثر على الانتاج المحصولي عندي وتكلمنا عن الحرط وزي شفنا الصور ونقدر نحكم على جودة الحرط عندي وكذلك قدرنا نحكم على جودة التسوية وجودة التخطيط عرفنا السنة القبطية اللي هي السنة الزراعية اللي وقلنا انها السنة بتكون من 13 شهر وسمينا الشهور بتاعتها وبكده نكون ابنائنا العزاء وصلنا لختام حلقتنا النهاردة نستودعكم الله الذي لا تضيع وداعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته